للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الكاتب الصحفي طارق إنعيمات أهلا وسهلا بك يعني من الواضح أن طريق المفاوضات ما زالت طويلا والخلافات ما زالت موجودة ونتحدث عن خلافات كبيرة ليست بالسهلة خصوصا بما يتعلق بالتوصل لاتفاق تجاري ضمن بريكسيت وبموضوع الصيد البحري برأيك سيد طارق هل سيقدم أي طرف تنازل في هذه الملفات العالقة تحياتي لك أستاذ المشاهدين أعتقد أن الطرفين خصوصا بريطانيا في موقف لا يفسد عليه إذ أن الوقت ينفذ ونهاية السنة شارفت عن انتهاء وعطلة عياد الميلاد أيضا اقتربت وهناك القليل من وقت لحسم كثير من القضايا العالقة منذ سنوات حيث أن قضايا الصيد البحري وآلية فض النزاعات وغيرها من القضايا التقنية المتعلقة بالحدود العيلندية يعني يصعب حسمها إذ أن بريطانيا لا تريد أن تظهر أنها هي التي تنازلت لاتحاد الأوروبي وأصلا البريكزيت جاء كنوع من التحدي أو ما يسمى هو السيادة الوطنية عودت بريطانيا لسيادتها الوطنية وعدم خضوحها لقاون الاتحاد الأوروبي وبذات الوقت الاتحاد الأوروبي يريد أن يحمي مصالحه الاقتصادية والمصالح المتعلقة بالسوق المشتركة الأوروبية هل هذا يفسر سيد طارق التشاؤم الذي عبر عنه جونسون في ظل ربما تفاؤل عبرت عنه بعض دول الأعضاء للاتحاد الأوروبي بالفعل رئيس وزراء بورس جونسون أخبر المزراء المقربين أو مزراء حكومته بالأمس واليوم ذات الجملة أنه لا نتوقع حصول الانفراجة في المفاوضات يبدو أنه يمهد للأسوأ قد يحدث اختراق لكن فرص هذا الاختراق تبدو أبعد أبعد بذات الوقت ليس مستحيلا وهو عادة جونسون أن يهيئ للسيناريو الأسوأ وطبيعة الحال للسيناريو الأسوأ هو الخروج بدون اتفاق عندها ستقضع بريطانيا لقوانين منظمة الدجارة العالمية وهذا يعني زيادة تقدر بـ 30% من 20% إلى 30% على سلع التجزية على سبيل المثال يعني هناك تقدرات تقول أنه 3 مليار دولار ستفرض على السلع زيادة وهذا ينعكس على مستهلك البريطاني مباشرة ربما بريطانيا لا تريد هذا لا تريد أن يحس المواطن البريطاني الذي صوتت أغلبيته الضئيلة ليست أغلبية كبيرة لبريكزيت أن الخروج من اتحاد أوروبي جلب مزيدا من المعاناة الاقتصادية خصوصا أن السنة لم تكن مثالية لبريطانيا والعالم أجمع مع انتشار فيروس كورونا وتباطل الاقتصاد أعتقد أن الطرفين خصوصا بريطانيا في وقت حرج نعم يعني وذهب بعض التجار في بريطانيا إلى الخوف من نقص في الغذاء يعني ونقص في المؤن وهذا شيء يعني يجب الانتباه إليه طيب سيد طارق هل يمكن أن تتجه الأمور إلى التفكك في المملكة المتحدة يعني خصوصا وأن إيرلندا وسكوتلندا ترفض الخروج من الاتحاد الأوروبي صحيح وبالنسبة لإيرلندا وسكوتلندا خصوصا يعني سكوتلندا بعموم سكانها صوتت ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي وأصلا هي تتحظى بشبه استقلال حكم ذاتي هل إذا صار هناك فشل في موضوع الخروج باتفاق وانعكاس ذلك على زيادة في السلة بالطبع هذا سيعطي دعاة الانفصال لإسكوتلنديين الذين خسروا استفتاء سابقا للانفصال عن بريطانيا سيعطيهم حجة وأكبر وأقوى في إذن حدث استفتاء مستقبلا ويبدو مستبعد لكن يعني ممكن أن يعطيهم دفع سياسية قوية في الانتخابات المحلية ويمكن أن يمهد الطريق نحو قناعة أكثر لدى الإسكوتلنديين أن المكوث في بلد معزول عن محيطه الأوروبي لن ينفع ولن يعني يساعد اقتصاد البلاد اقتصاد إسكوتلندا النامي المنتج للنفط على عكس باقي أجزاء بريطانيا وإذن بطبيعة الحالة طبعا هناك اتفاق الجمعة العظيم في أيرلندا أيضا سيؤثر أيرلندا مقسومة جزء مع أوروبا الآن وجزء داخل بريطانيا جزء داخل بريطانيا يعتمد على التبادل للسلع وتنقل العمال بين البلدين يقدر مثلا 20 إلى 15 ألف أيرلندي يعبرون الحدود هؤلاء أيضا سيتأثرون فماذا ستقدم لهم لندن في المقابل هذه كل الأسئلة هذه برسم الإجابة ولن تكون بصالح الحكومة البريطانية إن فشلت في إحداث اختراف حقيقي مع الاتحاد الأوروبي طيب السيناريوهات المتوقعة دكتور طارق وهل يمكن إعادة الاستفتاء كسيناريو آخر وخصوصا لحفظ ماء الوجه إعادة الاستفتاء ربما قد فات عليها الوقت لأنه هو طرح بالفعل هذا الموضوع فشل أولا مثلا على مستوى حزب العمال معارض كان يتبنى هذا الموضوع كمخرج أخير لكنه فشل في الانتخابات على مستوى الناحية القانونية نظريا يمكن لكنه عمليا صعب لأنه هذا يستتبع دخول البلاد في أزمة أخرى والأغلبية التي صوتت لحزب المحافظين اعتبرت أنها رسالة أن أمضوا في موضوع الخروج من اتحاد الأوروبي لكن بذات الوقت هو هذا التفويض ليس للخروج بالانتحاد الأوروبي بأي ثمن فإذا كان هو الثمن تباطؤ وتقلص الاقتصاد البريطاني أكثر وأكثر فإن ذلك سيستتبع خسارات سياسية للتيار الذي نادى أو نظر لهذا المشروع وهو بشكل العام اليمين البريطاني الممثل في حزب المحافظين لذلك قد يكون لنتائج فشل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ارتدادات سياسية داخل بريطانيا الانتخابات تجري كل خمس سنوات هل ستحدث انتخابات مبكرة لا أحد يعلم هل سيحدث أشياء ممكن أن تستتبع إجراءات معينة كاستفتاء ككذا كل السيناريوهات مفتوحة مدام أن هناك فشل أو الناخب البريطاني يقتنع أو يعتبر أن حكومته التي تمثله فشلت في إحداث أو تحقيق مصالح البلاد في مفاوضاتها أمام الاتحاد الأوروبي نعم شكرا لك من لندن الكاتب الصحفي طارق النعمات